بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أساتذة العزاء وزملائي الكرام نقدم لكم هذا اليوم آلية العمل في مختبرات وورج جامعة أوروك أستاذ مساعد عباس هذا الشكري جامعة أوروك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضو سي بي آران الوزاري أن العمل في مختبرات وورج جامعة أوروك يضمن السلامة والأمان على أسس سي بي آران الدولية أن السلامة هي عبارة عن إجراءات متقدمة وقوانين متقدمة في المختبرات والورج وهي تعاون مشترك ومسؤولية مشتركة بين الإصطاف المنتسبين والمسؤولين كل من جانبه وأن السلامة والصحة هي وحدة متكاملة تعتمد على التخطيط والتحضير والتنفيذ للبرامج العلمية أن الأمان هو من أعلى أولويات القيادة الكيميائية والعلمية التي تسيطر التي تسيطر على مجريات الأعمال الكيميائية النشاطات الكيميائية و جوبرمنطل الموظفين المخولين في الجامعة أود أن أشير إلى أهم الأشياء والتي أي فريق وزاري يجي يسأل عنها ما أنواع المختبرات الموجودة في العالم وما مستوى المختبر الذي تعملون فيه تقسم حسب تقدمها والباثوجين الذي نعمل عليه المختبرات إلى أربعة مستويات four levels يعتمد تعيين الlevel والمستوى للمختبر على الأخطار والملوثات وشدة التلوث وشدة الانفكشن الالتهاب severity of infection transibility الانتقال وسيلة انتقال nature of work conducted نوعية للعمل اللي نجري origin of microbe agent in question جزو مكرب أي عامل آخر ممرض أو مؤذي root of exposure الحقيقة المختبرات تنقسم إلى أربع مستويات حسب الباثوجين نشوفينا العامل الأول هي يعني مؤذية بس ما بها ذيك الخطورة مو تنقل مو يعني خطرة كلش أمراض خفيفة بسيطة مثل باصلس سبتيلس كنين هيباتيس اسكارش كولاي لانشيلا تشيكن بوكس جدري الماء هذا مختبر level 1 علما أن الجامعات العراقية وغالبيت مختبرات العراقية level 1 نجي المختبر الثاني هيباتيس ABC الفيروس الكبدي AUBC صفار الكبب انفلونزا المرض المدسيز هذا من المستوى الثنين والمستوى الثلاثة الانتراكس ويستني الفيروس فنزوليان اكوينسفالسيس يعني الانتهاب الاذن الفنزولي السارس الكورونا فيروس الهنتي فيروس تيبركولوسيز تيفوس رفت والي فيور روكي مونتين سبوت فيور الحمر الصفراء الوفيور اند ميلاريا اما الرابعة بوليفينيان هي مواراجش فيور مرباج فيروس ايبولا فيروس وهكذا حسب الباثوجين الى اربع لفز هاي الباثوجينز يقيسولها الريسك اسسمنت ديقري واكو حسابات ومعادلات واسوس وفرق عمل عديدة الى ان توصلنا الى درجة من البايوريسك حتى نصنف المختبر عليه فمثلا مختبر مستوى واحد هذا البيزيك لفل مالي يعني ثلاثة اربعة المختبر اثنين المستوى اثنين البيزيك لفل مالي الثلاثة الى خمسة والثلاثة خمسة الى ستة مثلا والاربعة يعني من سبعة الى تسعة بعد التسعة لا ينصح العمل في هذا الايجنت او المايكرو عدنا المختبر لفل وان اللي هو يعتبر زون اي اللي هو اده تشوفه مختبر اعتيادي صدرية وفي مهود بسيط وانت يعني من تجي تدخل من خارج المختبر الى باب المختبر تدخل مثل ما عدنا في مختبرات لفل وان من الباب الى البنج هذا مختبر لفل وان لفل تو لا عدنا من نقول لفل تو يعني عدنا تو زونز اي و بي فعدنا هنا اي خارج المختبر وعدنا اي بي هذا زون انترميديات في غرفة صغيرة نطوب نبدل صدرية نبدل وندخل الى العمل صدرية لازم تهويك او مدرجة اثنين هنا اذا مجبور ان تشتغل لازم تلبس بدلة وتهوية داخلية وقناع من ندخل لنصل العمل لازم تسوي فحصه ما عندك شي كده وتغسله هذا وترجي تنزع هاي والكوت لاب كوت اذا كان ملوث وتطلع الى الخارج ترجعت انت من بي الى اي بي الى اي نجي للمختبر الثلاثة شوفو لفل الثلاثة هو عبارة عن مختبر هناك سيطرة على التهوية هناك نرامة للتهوية التهوية العامة من الاعلى الى الاسفل وصير السحب من الاسفل من الارضية حتى الملوثات ما تدخل في انفل الانسان والتهوية منطقة يعني ثلاث مناطق عندنا عندنا منطقة هارج المختبر اي وبي المنطقة الى داخل المختبر والاشيات تلوث الاماكن مثل هنانا نسميها المنطقة سي وبين المنطقة اي وبي اكو انتر زون مثل ما قلنا قبل شوية وبين البي والسي ايضا اكو انتر زون فتشوفون هندسة وهناك تهوية خاصة وكونتر على التهوية هيفا فلترز كثيرة هنا واناك فحسب التصميم شنو عندك وهذا المختبر التلافة اما المختبر اربعة فهذا شوفو ايضا باربعة زون ايو بيو سي وتهويات ثلاث تهويات متداخلة وهذا شوفو يعني هذا الشكل يوضحنا الارتباط بين الامن والسلامة وقال ابراهيم ورب اجعل هذا بلدا امنا وارزق الامن اولا اولا حتى في تصميم المختبرات هذا تصميم خاطئ لما يضمن الامن يجي قبل هنا على الموظفين وينه الاول والتالي هذا المختبر كله بينما هنا control offices على صفحة وانا الاحسس سيكون صعب وهذا نوعية من الترابط بين الامن والسلامة افضل عدنا يسألون عن biological safety cabinets تختلف عن الفيم يدخل الهواء يعني ما تتأثر العينة تكون يعني يعني يحافظ على العينة بينما من كنت تشتغل بالفي مهود وتمد ايديك تتلوث فهناك safety cabinet اللي هي level one في مختبرات الدرجة الاولى بالجامعات وفي غالب المختبرات العراقية هذا الباليجيك safety cabinet level one يعني يحمي العينة ويحمي العامل ويحمي الانفيرومنت المحيط متأطلع تلوثات الى المحيط الحقيقة الانفيرومنت البيئة هي حياتنا ليست كلمة نجي الى safety cabinet الثانية هذه شوية اكثر تطور في level two ونظام التهوية مالتها رح يكون خاص ومثل ما نشوف هسه فيلم مبسط عنها شون تعمل safety cabinet level two هذه اذا شوفوها قدامكم يدخل الهواء من هاي 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 اسفل و يروح الى الهيبا فلترز فوق الهيبا فلترز تنقي وترجع 70% من عنده الى داخل الكابينت و30% من عنده انطلعها out خارج المختار والنقص من 30% يدخل من هنا بنظام تهوية مدور الهيبطر الهواء ويتنقب الهيبا فلترز هاي بيورتي هاي افيشنسي بيورفيكيشن أوف اير فلترز فهذه عملها مثل ما شوفوه يعني محكم وتحافظ على العين وعلى الانسان وعلى المختبر هاي منها نوعين اذا كانت كبيرة وتطلب حجم هوا هوا يدخل بيها فيسولها دكت يطلع على الخارج ايضا عبر هايبا فلترز تقدروا نشوفوه هذا ايضا موجود باليوتيوب بالنسبة للسيفتي كابينات نمبر ثري نمبر ثري راح تكون نفس الكابينات نمبر تو ولكن مزودة باليو في لايت وبيها دكت جانبي وبيها جلوب بوكس كصندوق قفازي تعتبر فراح تكون الحماية دبل تلبس كف لطيف خفيف وتدخل ايدك بهذا الجلوب بوكس والتهوية مثل ما احشان عنها قبل شوية والامور تدخل عبر تنو وتطلع ايضا عبر تنو هذا الجزء الاول اما الجزء الثاني ف ان السلامة والامان داخل مختبرات هي مسؤوليات مسؤولي المختبرات وهذه عدنا حوالي ستعش توصية يجب ان نعمل بها هاي مسؤولياتكم اهم شي من يقود من كل واحد الان مسلم ل خمسين طالب بالمختبر وتحدث اشياء في منطقة السلامة ان الحدث يحدث في اي وقت وتوقع ان ما لا يحدث للاخرين يحدث لك ماذا عندما تنسك بمادة كيميائية او مادة باثوجينية على الارض او البنش او بالمختبر عليك تخلى المختبر وتتصل بمسؤول السلامة ومتحضر الامس دي اسمه للمادة اللي انسكبت عليك باخلاء المختبر واذا حصلت حادثة غير انسكاب المادة حريق لا سمح الله عليك ان تخلي انت تقود الطلبة تقودهم تخليهم من المكان البعيد عن الحادث انت القائد لان اغلب الضحايا تروح بالخربط مال القيادة من يقود من الامس دي اس عبارة عن ليابول عبارة عن سيفتي داتا شيط كل مادة كيميائية بالعالم اللي مئات الالاف من المواد الى امس دي اس هس هاي مثلا المربع الاحمر اربع درجات اللي اعلى شي في الموليتي هذا ما كيف رد الاثر اعلى شي هنا السمية اثنين خمسي بالمئة سمية مال زين هنا الرياكتيفيتي مال الفعالية التفاعل يعني انرت فعلا المواد العضوية هي يعني بطيعة بالتفاعل وتأخذ ساعات ولكن هذا من اي شرارة من اي مكان يلتهب فعلينا ان بنظرة واحدة عرفنا ملتهب سام فعالية الكيميائية راد يطول بالتفاعلات الكيميائية احنا ليهمونا ذول بالنسبة انت اذا عندك داية الاثر طبعا الامز دي اس باس 17 حقل تطيق الطبيعة الكيميائية الفيزيوية التفاعلات الشون تتعامل اذا وقعت على الارض طبت بجسم الانسان بالانف بالفام كل شي يحكي لك عن الوقاية من هذه السلامة الى آخر كل شي وكذلك يعلمك على ملاحظات يجب ان يضبان من عده مثلا الداية الاثر اذا كان عمره اكثر من سنة بالمختبر منتر تفتح عين اذا اكو على القبغ يعني اذا تلاحظ على القبغ يعني ترصبات بلورات بيضاء لا تفتحها لان هاي انفجارية تنفجر قنينة وتشعل الاول والتالي وياسطر فشوفون الاماسدياس جد مهمة انت بالمختبر الان احنا ما عندنا قاعدة بيانات المفضل عندنا قاعدة بيانات اللواحة الدولية تقول 20cc 20 ملي لتر من مادة عالية الخطورة انتخل المختبر و5 لتر من مادة قليلة الخطورة تخل المختبر حاليا ما عندنا بيانات فأنت اي مادة تنسكب عندك تخل المختبر وتتصل مسؤولين للسلام هنا عندنا المختبرات التي تستخدم المشاعر 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 الفروبان الالبيجي الغاز هاي المختبرات التي تستخدم هاي المشاعر افرض انت ما تدري دخلت اجتمت ريحة غاز موجود بالمختبر كل الشديدة كل شي لا تفتح ما تفتح اي سويش كهربائي ولا الساحبة تفتح البوب وتخل المختبر وتطلع وتروح السد القنينة مصدر التسرب وهذا الاجراء السليم الى ان يتعادل الهوى وورا فترة من نشوف الامور جيدة وماكو بعد اي ريحة فانت ما عليك الا ان تبدأ العمل من جديد الحقيقة احنا تلافينا هذه وعندنا مختبراتنا مجهزة وعبر سيفتوال في الخارج وقانياننا في الخارج ومراقبة حالة حصول انفجار حريق الله يبعد الشرع ان شاء الله عنكم جميعا عليك ان تقود الطلبة وتذهب الى سلالم النجاة او السلالم البعيدة عن الحادث والحمد لله عندنا سلالم على طرفين البناية التعامل مع المواد الخطرة يجب العمل وفوق طرق العمل العلمية الموثقة والمثبتة من قبل جهات دولية ومصادر علمية اخرى والمشرف سيكون هو الان موجود ولا ترمى اي مادة كيمياوية في المياه او مجار المياه واذا ردنا نتعامل مع مادة كيمياوية يجب ان نتعامل بمبدأ حاوية داخل حاوية مثل ما تشوفون مع الليابولات الجيدة والليابولات ايضا توضح كل شيء تجنب الخزن العشوائي للمواد الخطرة لعدم حصول انفجار للمواد غير المتوافقة عندك ترابيها من بعضها قاتل او مدو كيميا التوافق وعدم التوافق يعني هناك مادة كيمياوية اي ومادة كيمياوية بي هذا المادة كيمياوية اي ومادة بي ممكن من اول ما يقتربا خزنا يعني بقرب بعضها راح يكون انفجار وهذا شو نعرف المواد متوافقة او ما متوافقة هناك جداول والأفضل منها عندنا برنامج ال chemical reactivity worksheet هذا software ندخل له عندنا خمس مواد يقارن نبينها ويضطينا تفاعلات الكيميائية ويمطن احتمالاتها وهو يحددنا الخزن السليم الآمن لهذه المواد هذا هو الخزن العشوائي اللي هو من ريده يعني تتعرف ممكن أبخرة المواد المتسامية لو تلتقي تنفجر وسببنا كارثة بالنسبة للمواد الفليمابول الليكوز علينا أن نخزنها في حاويات متخصصة بها فليم الراسترز هذي لو يمكن نفتر المنطقة كلها ما عدنا يشي حاويات الكابينات اللي نخزن بيها لازم تكون مفاتيح فوق وجانبي وأمامية أيضا هاي خاصة الفليمابول الليكوز التجنب الربط غير نظامي للكهرباء لأنه نانا يشتعل الفيوز تشتعل المواد الملتهبة ومبدأ دومينو أفكت راح ممكن البناية كل تشتعل هذا هو الربط العشوائي للاسلاك تجنب هاي الأشياء عدنا التأكد من غلق كافة صمامات المياه لمنع انتشار وحدود تسرب المواد للخطرة هاي كلها مسؤولية مسؤولة المختبر التأكد من إرجاع مفتاح المختبر أو موقع العمل إلى محل لأن هذا مسؤولية قانونية يعني تعصى الحالة والله مفتاح ما أخذ فلان وما يدري وتعجيب بالتحقيق وين المفتاح وجيب المتاح عدم إدخال المواد الغذائية والشراب إلى موقع العمل خشية التلوث والتسمم عدم التجوال في الجامعة مرتديا مستلزمات الوقاية كالصداري وغيرها إبلاغ المشرف أو المسؤول عن الموقع أي شيء ستطلب منك مادة وبأي عذر خشية استخدامها لغرام مشروعا أستاذ عزيز مثل حضراتكم ومستشار جدت طالبة عزيزة عند طالبة دكتورة قالت لك دكتور دخيلك أن أسخطي هذا أب يبشي على ابنه دير أسبوه وهذه المادة ملقاها ويريد هاي المادة الله حجها فهم كانوا دقناها أن تطيهم المادة سرعا لما نشافها سيانيد الصاديوم وكمية شبيرة قالها مننا عيوني المادة سهلة وبسيطة بس خليش بقى للرجول وسهلة أنا أخذها كتاب رسمي ويدلل فهم الشياطين كانوا عينون فالمن جوه هو الطالبة عليهم نهزمه فهذه كانت تستقدم لغرض لو مخليها هاي الكمية بالإسالة تصوروا شو تسوي كارفة عندنا أي واحد يسألك رئيس الجامعة منه مدير قسمك منه يش اشتغلوا لكم فلان استاذ لا تنطي لأن هاي أمور شخصية وامنية في أي حادث اتصال مسؤول بقينا بس أنا ودكتور ثائر سليم الأخوة ممكن يعني نقلة ومعرف وأشكركم على الإصغاء العلمي وأتمنى لكم ليلة سعيدة واستفعال الحقيقة هذه ملخص لدورة يجب أن تكون ثلاثة أيام وبها اجتياز اختبار وتدخل ضمن دورات جي ألبي لجامعتنا العزيزة وشكرا تتمنى لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء